السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واخوت اخواتاتي كديري لبساريكم باخير هنين كراكم زيانين سمناكم قاعدكم باخير وعلى خير فينما كنتوا تمكت تشاهدوا للفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم اجيت ان شاء الله غدي انتقاسم معاكم كوتليت في الكوكوت مشوي بدون ورقة طرة ماء كي يجي رائع جدا بحل شوينو عالفخر تماما سهل وسريع وكي يجي خاطير في المطق فمعليكم فقط انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش شوفوا معي جميع المراحل ديالو واتتبعوا معي الفيديو باش تحصلوا عليها بات شكل هادا كيف ما كنت لحظة معي كي يجي محمر وطايب ما شاء الله فقبل ما نبديو الفيديو دينا كلمة العادة ما سوصلت على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى آلي واصحابي اجمعي ايضا اخواتي ما تساونيش بوحد اللايك على الفيديو وانتوا ما كتفرجوا ولكتول اول مرة كتابوا الفيديو ولكتابوا القناة فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكو ما تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا كل ما هو جديد ندوز المكونات وطريقة مع باديتنا فباسمي الله على بركتي الله هنا كيف ما كتلاحظوا عندي واحد الكيمياء ديالكوتلت كنستعملوا هاد الكيمياء دي لها هاد الحصاير كيف ما كنقولوا يعني صراحة ان انا كيعجبوني هاد البليسات هادو هكا هنا بالنسبة للكيمياء كتبقى على حسب الاعداد لأفراد ديالعائلة غادي ننوضع لهنا بالنسبة للعطرية او التوابل اللي كان وضعوه في الكوتليت كانحتاجه فقط واحد راس مع القامل افزر اللي هو الفلفل اسود وايضا كان وضعوا واحد نصف مالقة تقريبا لي الكامون البلدي ما تقدروش الكامون بزاف واحد شوية تقريبا نصف مالقة ما كاملاش ايضا غادي نوضع تقريبا هنا نصف مالقة لتحميره اللي هي الفلفل الحمراء او الفابريكة اللي كانت تفقى فقط اختيارية ما كتعطينا حتى شي ما ضق فقط لللون اه كتعطينا صراحة اللون جميل جدا وكيجا كام حمر ووعر بزاف اللون ديالو اللي ما بغاش يدير تحميره كيبقى لكم الاختيار كيبقى لكم الاختيار ما كتعطينا حتى شي ما ضق هانا غادي نوضعه واحدة رسمية لقاء ما عندلوس والقصبار متقوقين حبوه ايضا رشيشة ديال الملحة اللي كتبقى على حسب طوق ديال كل واحد صافيو غادي نحاول اني نتب المزيان هاد القطع ديال اللحم هادو ماء التوابل او العطريان اللي كانوضعو فيه ما كنزيدو حتى شي توابل اخرين كيلي اللي كيوضعو فيه توما بودر صراحة ما نصحكمش بيها ما كتجيش زوينة هديه التوابل اللي كانوضعو في الكوتليت فقط هالتوابل هادو فقط يعني ما كنزيدو حتى شي تسبيلة اخرى ما كنوضعوش ايضا حتى بنسبة زيت ما كنوضعوش زيت بصيفة نهائية فقط كنشرمو لهم بحل هكذا كالعطرية اللي كانوضعو له هنف هاد المرحلة غادي ناخدو واحد الكوكوت او طنجرة وتضيق ايضا غادي ناخدو واحد الكيمياء قليلة ذيال الزبدة عيليش وضعنا الزبدة حيث القوتليت عندي ما فيش شحمة بزافية لكن عندكم القوتليت دياركم يعني قطع ديال اللحم فيهم الشحمة فغادي تصغنو لي على هاد طريفات الزبدة يعني ماشي ضروري نطريفين ذيال الزبدة غير محيط طريفة ديال الزبدة نضع زبدة و في القاعد الكوكوت نضع الزبدة و في القاعد الكوكوت نضع قطع اللحم و نستفهم نضع كل طرف على القاعد الكوكوت نضع حمرين و طائبين نضع طرف على القاعد الكوكوت نضحه من بعض القاعد الكوكوت نضع طريف الذبدة اضافة اخرى من المكونات اضافة الصفارة يضع الصفارة نضع النار الضغط نقص النار و لاتسفر نقص النار و نريد مهيلى 30 دقائق نقص نار نقص نار نقص نار 30 دقيقة نقص نار نقص نار نقلم نقلب طريفات الحمد الزبدة نقلب طرف اللحم على الجهة الثانية نقوم بتحمر بنفس الطريقة نقوم بتحمر نقوم بتحمر نقوم بتحمر والثاني نقوم بتحمر صراحة نقوم بتحمر كما كنعرفو عيد الأضحام يعني العيد على الأبواب شجلو عندكم هالطريقة هدي وجربوها وردو عليها في الكمونتاغ أنا متأكدين اللي شربتوه غضيتنال إعجابكم بسه وغضيتولي معتمدة عندكم إن شاء الله فهذا والشكل النهائي ديالوك فيما كدوكم بعد ما كنوضعوه في صحن تقديم كي يجي محمر بزاف كيفما كتلاحظو معي في الصورة ووعر في الماضي ديالو فتي والديد بزاف فأخوتي أخواتي نتمنى أنه هنا لإعجابكم نتمنى لعجبكم وشربتوه تبارتاجوا الفيديو مع خودكم صحبكم مع بعض الناس اللي كتعرفو فضلا وليس قمرا إلا كتو جدادوا الأول مرة كتشاهدوا للفيديو لكتشاهدوا للقناة فقنقلكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم فعماليكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقى توصلوا كل ما هو جديد ما تبخلوش ليبلي لايكات دياركم بتعريكم زوينة المحفزة على الفيديو وإلا بقين كتشاهدوا الفيديو حتى الضباب طبيعة الحال كنقلكم شكرا جزيز على الحسن وتابعة وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة إن شاء الله بسلام عليكم